الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد معاشر الفضلاء حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم حديثي إليكم اليوم عن العبادة الميسرة إنها عبادة عظيمة حبيبة إلى الرحمن خفيفة على اللسان فقيلة في الميزان إنها مفتاح للخيرات كلها أتريد البركة في حياتك في عمرك في مالك في بيتك في دريتك عليك بهذه العبادة الميسرة من أراد صحة الأبدان وراحة البال والرزق الحلال فعليه بهذه العبادة الميسرة إنها عبادة الاستغفار عبادة جميلة جدا لا تتركها نحن بأمس الحاجة إليها وهي غاية كل مؤمن أن ينال مغفرة الله حس وجل عبادة الاستغفار هي من أيصر العبادات وأعظمها وأفضلها إنها منزلة من منازل الإيمان ووصية من وصايا الرحمن وصية من وصايا الحبيب العدنان أمرنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بالاستغفار فقال سبحانه واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وأثنى على المستغفرين ومدح أهل الاستغفار فقال والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون وبشرنا ربنا سبحانه وتعالى بأنه يغفر للمستغفرين ومن يعمل سوءا ويضلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ثم إن الاستغفار وطلب المغفرة هو خولق الأنبياء والأصفياء والمصلي هو صفة الأتقياء في القرآن الكريم في القرآن الكريم آيات تحدثنا عن استغفار الأنبياء أبونا آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفلنا وتحنا نكون من خاسرين سيدنا نوح ربي في لي ولوالدي سيدنا إبراهيم ربنا وتقبل دعاء ربنا في لي ولوالدي ولم يقوم الحساب سيدنا النبي عليه الصلاة وسلامها كذا سائل الأنبياء سيدنا موسى ربي إني ذرمت نفسي فاغفر لي فاغفر له ولو تأمن في حياة رسولنا عليه الصلاة وسلام لوجدنا أن الاستغفار كان جزءا من حياته اليومية أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أستغفره وأتوب إليه في اليوم مئة مره إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم الواحد مئة مره كم نصيبك من الاستغفار كم تستغفر الله في اليوم أيها الأخي المؤمن لو قلتها لأحد المؤمنين لنظر إليك نظرة تزدراء كيف تقول توب إلى الله واستغفر في اليوم أرأيتني أزني أرأيتني أفعل حراما وما درى هذا المسكين وما علم بأن نبيه وحبيبه محمد عليه الصلاة وسلام يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم الواحد أكثر من مئة مره بل الأعجاب من هذا كله أنه في المجلس الواحد كان الصحابة يعدون له أكثر من مئة مره رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحم ولقد كان السلف الصالح على هذا الطريق سار كانوا يداومون على الاستغفاء فأبو موسى الخلاني يقول إني لأستغفر الله في اليوم الواحد ألف مرة رأى أحدهم يتمتم فقال أمجنون صاحبكم قال هذا هو دواء الجنون بل إن هذا الذي يفعله هو في الحقيقة هو علاج ودواء للجنون قال علي رضي الله عنه عاجبتوا كيف يهلاك من معه النجاة من معه الاستغفاء والاستغفاء نجاة في الدنيا والآخرة قال قتاده إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم أما الداء فهي الدنوم وأما دواءكم فهو ملازمة والمداومة على الاستغفاء لماذا نستغفر الله عز وجل يا ترى؟ لأننا نخطئ بالليل والنهار خطايانا كثيرة بالليل والنهار وهذا ليس كلامه كلام رب العالم سبحانه يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم ومن عظيم فضل الله عز وجل علينا ورحمته بنا أنه عالم ضعفنا وعالم أننا خطاءون مذنبون ولذلك فاتح لنا باب التوبة وباب الاستغفاء والاستغفاء أسرار وعجائب له فضائل كثيرة وأثر كبير في حياتنا وفي حل مشاكلنا فهو سبب لمغفلة الذنوب مهما عظومت يا ابن آدم لو بلغ الذنوب كعنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي هو سبب لتفريج الكربات وذهاب الهموم والغموم من لازم الاستغفاء جعل الله له من كل ضيق مخرجة ومن كل هم فرجة الاستغفاء هو سبب لجلب الخيرات والبركات والمتاء الحسن والحياة الطيبة ثم إن الاستغفاء هو سبب لمحبة الله وإقبال الله عليك وسبب لبشارة الملائكة عند الممات ودعاء الملائكة للمستغفرين ثم إن الاستغفاء من فضائله وفوائده أنه أمان من العذاب ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ثم هو علاج علاج رباني للذنوب ثم هو نجاة في الدنيا وفي الآخرة وإليكم بعض عجائب وقصص الاستغفاء الحسن البصر رحمه الله في مجلسي من مجالسي التعليم والتربية والتوجيه بين تلامذته يأتي أحدهم فيقول يا أبا سعيد إني أشكو القحط والجفاف قال عليك بالاستغفاء آت أحد ثاني في نفس المجلس قال إني أشكو قلة المال قال عليك بالاستغفاء أريد المال عليك بالاستغفاء أريد المطر عليكم بالاستغفاء أريد الأولاد قال عليك بالاستغفاء أريد الصحة في البدن قال عليك بالاستخفى فتعجب التلامد وقال يا أبا سعيد جواب واحد لأسئلة مختلفة كيف هذا من أين لك هذا قال والله ليس من عندي وإنما من عندي رب العالمين سبحانه أما قرأتم قوله تعالى على لسان نبيه نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا استمع يرسل السماء عليكم مضرارا المطر ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارى وقد خلقكم أطوارا يا من تريد البركة في المال وفي الحياة وفي العمر وفي الأولاد وفي الدرية يا من تريد صاحة الأبدان وراحة البال والرزق الحلال عليك بالاستغفار وإليكم هذه الهدية النبوية التي يقدمها الحبيب النبي عليه الصلاة السلام لأمته ولصاحبه قدمنا النبي عليه الصلاة السلام سيد الاستغفار فقال سيد الاستغفار أن يقول عبدو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خرقتني وأنا عبدك وأنا عبدك